اشتركوا في القناة راح نشرح في البداية البسيطة ان شاء الله ونفهمكم ايش دالة فيلوك اب دالة فيلوك اب هي دالة من دول البحث يعني على سبيل المثال عندي هنا كود وعندي علامات معينة او ارقام او مبيعات الى اخره وجدتني البيانات من الجهة اللي فيها مسلا صارت المبيعات فعندي الكود وعندي الرقم فبدي اعبي الارقام هذه تيجي هنا خلينا نشوف كيف نستخدم دالة فيلوك اب ونفهمها بشكل تفصيلي نكتب فيلوك اب في يساوي فيلوك اب نيجي نشوف مكونات دالة فيلوك اب لوك اب فاليو معناها القيمة اللي انت ناوي تبحث عنها بنيجي بنختار الكود الاول تيبل الري تيبل اللي انا بدي ابحث فيه هاي عندي هنا اللي بدي اخو من عنده البيانات بس طبعا بنا نفهم شغل انه التيبل الري لازم يثبت يعني اثبت بدايته واثبت نهايته علشان ما يتحرك لما اسحب الخلايا للأسفل فباجي عند F1 بضغط F4 وعن G6 وبضغط F4 وهيك بتثبت معي التيبل الري نيجي نكمل بنيجي هنا على الكلوم انديكس نومبر الفيلوك اب فاليو بدائما بقولك اي عمود اللي انت بدك تاخد القيمة منه عندي التيبل الري عمود اثنين فحيكون عندي الكلوم انديكس نومبر رقم اثنين اللي هنا الرينج لوك اب بدك يعطيك العلامة او القيمة بالمثل او اذا ما لقاها انه يقربها طبعا في هيك حالة لازم نختار انه يكون بالمثل الخيار الاول هو صفر والخيار التاني هو واحد بنسكر القوس وبندغط انتر بنيجي نلاحظ انه عندي ABCD هو ABCD هنا رقم سبعة نلاحظ هنا واللاحظ هنا لو سحبنا على باقي القيم هيطلع عندي نفس نتاجاني CDAD CDAD هاي رقم اربعة مزبوط ولو اتغيرت القيم في التيبل الرية الاساسي مباشرة راح تتغير القيمة اللي تم ربطها فيها هذه هي دالت لك اب بشكل بسيط خلينا ننتقل لموضوع اصعب شوية بعث لي يا صديقي من هنجاريا في عندهم طلاب لما بياخدوا امتحان بامكان الطالب انه يعيد الامتحان مرة ومرتين وثلاثة خلينا نطبق الفي لوك اب بالطريقة العادية التي تعلمناها ونشوف كيف بدنا نختار انه يعطينا علامة الاول والعلامة الثانية للطالب وعشان اخد اكبر قيمة منهم نيجي نطبق في لوك اب بالعادية بنكتبه يساوي في لوك اب الفي لوك اب الفي لوك اب اللي هو عندك العلامة الموجودة هنا كما التيبل الري حيكون العمود الموجود هنا اذا اخترت التيبل الري من الاتش لاي ما في داعي انك تتحدد او تعمل تثبيت للجدول لانه خلاص اخد كل العمود فبنيجي عندك هنا الكولوم اندكس والكولوم اندكس اللي في العلامة رقم اثنين وبدنا التيبل الرينج لوك اب بدي يكون صفر اي متماثل بشكل تام بنيجي هنا وبنسحب على باقي القيم تمام عندك هنا العلامة هذا الطالب مش من الان سلاش اي ما لقى له اي قيمة نيجي ناخد مثلا دي وان العلامة هذه نبحث عنه هناخد الكود تبعه ونتأكد انه اخذ القيمة الصحيحة للجدول وناعمل كنترول اف ونبحث عنه راح نلاحظ انه فعليا العلامة خمسة مضبوط وهنا ابتي جي عندك خمسة وهكذا مع باقي العلامات لكن في بعض الطلاب عمله اعادة للامتحان فحيكون له عالمتين عادة في لوك اب بتاخد القيمة الاولى اللي بيلاقيها مباشرة امامه خلينا بس نتأكد انه نشوف اي امتحان خلينا نشوف هاد القيمة هزا معيودة اولا كنترول بي خلينا نشوف الوبشن صحيح معيودة عندي هنا ومعيود عايد الامتحان مرة تانية جايب هنا في المرة الاولى جايب خمسة وفي المرة التانية جايب سبع طعش خلينا نشوف ايش الفي لوك اب الري اختارت لما خلينا نعمل سيرش في الجدول الموجود عندي هنا كنترول اف كنترول في لما سيرش بتلاحظ انه اخد القيمة خمسة طب انا كيف بدي اعمل على انه ياخد الماكسيمم ما بين التنتين هنا راح ندخل على طريقة التفافية شوية نوعا ما وراح يكون الموضوع صعب شوية على المبتدئين في برنامج الاجسل لكن ركز معي لتفهم الطريقة الالتفافية اللي راح استخدمها راح ندخل على عدة فانكشينات طويلة نوعا ما نيجي هنا نمسح العلامات وبينا نعمل انه يصير عندي يصير عندي عمود مساعد يتكون هي العلامة الاولى واعمل عمود مساعد يمثل العلامة التانية نيجي نشوف كيف نعمل العمود المساعد نيجي نكتب هنا مسلا علامة واحد نيجي نشوف نكتب نعمل ما نكتب يش ساوي ناخد العمود هذا ونضيف له توصيف ان يكون جنبه شرطة واحد نكتب اند كوتيشن شرطة كوتيشن اند واحد بنتصير عندي كأنه العلامة رقم واحد وبسحب على باقي الخلايا اي علامة حيثير جنبها اشارة واحد نيجي هنا اخر ان هي العلامة اللي ستكون هنا اللي بنجيبها من العمود هذا وبنرجح هنا علامة اثنين علامة اثنين وبنكتب يساوي نفس العملية اي كوتيشن اند كوتيشن شرطة كوتيشن اند اثنين وبنسحب على باقي الخلايا بنفس الطريقة تمام صار انا عندي الان العلامة الاولى والعلامة التانية هجد انا لما بيدي ابحث عن العلامة اللي هنا مش راح يعطيني شيء لكن انا بدي اخلي الكود الطالب يعرف اذا كانت العلامة الطالب هي العلامة الاولى او العلامة التانية في حال انه تكرر نفس الكود ياخد الكود الاول اللي هو شرطة واحد والكود التاني ياخد شرطة اثنين كيف بدي اعرف عملية الحد راح ندخل على فانكشن كاونت ايف الان نعمل مميز للعمود علشان يقول لي اذا كان الخلية هذه العلامة موجودة لمرة واحدة ولا موجودة الاكتر مرة فإذا كانت G, N, I, O, M, X إذا كانت موجودة علامة حيكون شرطة واحدة وحيتماثل بالعلامة الموجودة هنا وإذا كان شرطة اثنين حيتماثل بالعلامة الموجودة بالعمود التاني خلينا نكتب يساوي الخلية نفس الخلية الناصية الدنياها AND شرطة ويفترض لأنه ساختار الخلية من الأسفل فهذا لما أكمل حيصير ما بقدر أختار الخلية الأسفل منها فبنحط الإشارة هنا وبنيجي نكتب في المكان المخصص للدالة فبنختار العلامة AND شرطة AND هان بدنا نركز شوية في دالة COUNT IF COUNT IF بدي يكون عندي فيه رينج وفيه عندي كريتيريا الرينج اللي أنا بدي أعد منه فبدي الرينج يكون يبدالي فيه أول خلية وينتهي بآخر خلية لكن أنا ما بدي يعد لي كعدد يقول لي التوتال خمسة أو ستة أو سبعة أنا بدي أختار الخلية يعدها مرة وتاني مرة يعدها كم مرة موجودة في العمود فكل مرة هيصير عندي اللي عاد جدول بدي يكون عندي أول خلية ثابتة وينسحب لنهاية الخلايا اللي أسفل منها فهختار الخلية وأعمل نقطة طين هيختار الخلية H2 لكن أنا الخلية الأولى بدي أثبتها Ctrl F4 فحيصير عندي دائما الجدول بيزيد فقط خلية كل ما بأنزل خلية حيزيد معي الرينج خلية واحدة مع كل سطر أنا بأنزله الكريتيريا نفس الخلية أنا كم مرة بدي أعد الجي أن أو الكود اللي في العلامة هذه وبضغط Enter فبيصلا عندي جي أن شرطة واحد نكمل على باقي الخلايا وبنزل بتلاقي كل مرة بيقارن نفسه العلامة هذه موجودة بين الرينج نلاحظ أنه الرينج بزاد خلية نيجي إلى هنا تلاحظ أنه الرينج فقط لعى خلايا اللي أعلى منه وليس الأسفل منه علشان هيك لو كان متكرر مرة حيكتب مرة ولو كان متكرر مرتين رح يكتب اتنين فعشانك بصير فيه ترقيم واحد اتنين ثلاثة نيجي ننزل تحت رح نلاقي أنه العلامة هذه متكررة مرتين وهيها موجودة هنا وموجودة هنا وبنفس الطريقة هل قد صار عندي أنا علامة واحد مميزة وعلامة اتنين مميزة وعندي علامة تمييز الطالب الموجود فيها العلامات بنيجي نكتب دالت فيلوك أب بكل سهولة دالت فيلوك أب أنا ببحث عن الخلية هذه اللي هي العلامة الأولى بدي أختار للتابل أري العمود هذا وبدي أخجي أختار الكولوم انديكس اتنين وبدي أختار يكون عندي true value not approximate قد تكون حقيقية آسف هنختار الكود على رقم ثلاثة لأنه العلامة هي موجودة هنا نوسع نطاق تمام بدي يكون عندي الكولوم رقم ثلاثة ونسحب طبعا احنا اخترنا من كامل تمام في جدائع لتثبيت العمود بنلاحظ انه العلامات متكررة بشكل طبيعي الآن بدنا نعرف العلامة رقم اتنين أكم من مرة موجودة أو أكم من طالب قدم لامتحان مرتين طبعا اتفقنا انه سلاش ان ايه الطالب هذا ما قدم أصلا نهائيا بنرجح هنا نكتب يساوي VLOOKUP VLOOKUP الVALUE اللي ببحث عنها لها العلامة رقم اتنين TABLE ARRAY والCOLUM INDEX والعلامة تكون دقيقة سلاش ان ايه الطالب ما قدم لكن الطالب هذا له علامتين مرة جايب ستة ومرة طمانطعش وبنفس الطريقة ستة طمانطعش وهيك احنا بنكون اعرفنا الطلاب اللي جايبين العلامة طيب انا اذا بدي استخدم دالة MAX اقول له اعطيني العلامة الاعلى للطالب هذي فحقول له MAX بين الخلية هذي فاصلة والخلية NA حيعطيني مشكلة انه لانه بيقارن رقم مع سلاش NA طيب نيجي نشوف كيفنا نحل المشكلة هذي هنا هندخل على دالة IF ERROR IF ERROR انه انا احول ال SLASH NA لرقم كل SLASH NA هنحط العلامة بصفر علشان نصير مقارنة بين الرقم والصفر اذا كانت العلامة اكبر من صفر راح يختار العلامة وبيغي الارقام هنا راح يختار الرقم الاكبر نيجي هنا نكتب IF ERROR IF ERROR الVALUE هيختار اللي هي القيمة اللي أنا مختارها إذا كانت ERROR يعطيني 0 وبضغط ENTER وهيك بقدر أعمم على باقي الخلايا صار عندي 0 هنا هاخد العلامة الأعلى كل سهولة يساوي MAX MAX يساوي MAX وأختار ما بين العلامة هذه والعلامة هذه واضغط ENTER طبعا في لحتى الآن بعض الطلاب ما قدموا نهائيا آآ SLASH NA ممكن يكون ما قدمناه في المرة الأولى ولا الثانية لكن لا تجنب أن يكون مقدم في المرة الأولى ومش مقدم في المرة الأولى ومقدم في الثانية فما يصير عندي خطأ فبنحط نفس الإشي F ERROR F ERROR للVLOOKUP بنختار 0 إذا كان عندي ERROR بنقول أوكي وبنعمم على باقي الخلايا وهيك أنا بكون جبت العلامة الأعلى للطالب إذا كان مقدم مرة أو مرتين وفي النهاية كل الأشياء اللي مائلها لازمة بإمكاني أعملها HIDE وأخفيها وأخفي جميع الأعمل المساعدة هيك أنا بكون حصليت على ال-ID للطالب والماكسيمم في علامته اللي جابها طبعا اللي جابين أصفارهم وأصلا نهائيا ما قدموا الامتحان بتمنى أكون أفادكم في هذا الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته